الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورخى بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الكدس ولو شاء الله مقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاة والكافرون ومنهم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم أفص عملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئتا من ثم باثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانذر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانذر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانذر إلى العظام كيف نواشزها ثم نكسرها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أليه كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سايا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبنة مئة حبه هو الله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله آسر عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر ترجمة نانسي قنقر